اهلا بكم مشاهدين مرة تانية واخر فقرة معنا النهاردة في نهارك سعيد بريك بقى من الاحداث السياسية ومعركة الدستور لسه هنسمعها بقية يعني المعركة لسه مستمرة ولسه الاجتماع الساعة 12 ولسه هنتابع على كل القنوات اللي بيحصل لكن خلونا نتكلم نخرج شوية ونتكلم عن حاجة تانية نتكلم عن الفن في رمضان والمسلسلات طبعا الفن تأثر كثيرا جدا السنة اللي فاتت بالنسبة للسيزن اللي فات لكن السيزن السنة دي في رمضان الناس كلها هاوزت تشتغل لانه العجلة كانت وقفة بس المفاجأة ان احنا عندنا واحد وخمسين مسلسل ونجوم السينما في هجوم صاحق على الدراما التلفزيونية تدعم من النجوم الكبار زي الفنان الكبير عادل امام لغاية كريم عدل عزيز واحمد الساقة عندنا مسلسلات كتير جدا هنتكلم عنها بالتفصيل هيكون مشرفنا النهاردة ضفنا الاستاذ عادل عبدالله الناقد الفني ورئيس تحرير جليل تعين سبعة الفن نهارتنا والاستاذ عادل النهاردة ومنك بنعرف كل الجديد وبنعرف ايه اللي بيحصل جوه الساحة الفنية احنا عارفين ان انت يعني كل الاخبار الجديدة وكل البهاريز زي ما بيقولوا عندك انا نتكلم عن دراما رمضان زي ما احنا عارفين ومهما حصل الناس بورده بتستنى رمضان عشان تتفرج على الدراما بتاعته سنادي اخبار الدراما ايه في رمضان ومين هما نجوم دراما رمضان السنين في البداية ارحب بيك واصبح على كل السادة مشاهدين بس فيت تصليح بس على نايا بيستخدم نايا نايا بيستخدم نايا بالنسبة للدراما رمضان السنة دي على رغم من عدم استقرار الاوضاع اللي هي الموجودة السياسية في مصر الا ان عجلة الانتاج وصناع الدراما التلفزيونية شغالين على قدم وصاق بطريقة ما كانش حد يتخيلها حضرتك بتقول 51 مسلسل ممكن يتعدل 51 كمان يعني السنة دي باللسه الحاجات اللي بتخش متأخر زي الساد كونز بالزبط 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 والسنة دي بدر جدا فالسنة دي فيه هجوم من زي ما قلت حضرتك برضو سبق من نجوم السينما على الدراما التلفزيونية يعني السنة دي فيه تخمة في المسلسلات مش عارفين هنعمل فيه ايه ونحلها ازاي طيب خلينا نتكلم نبتدي عبد الاثنين الكباش النجوم الكبار استاذ عدل الامام استاذ محمود عبدالعليز في البداية انا عايز اقولك مين هم النجوم السينما اللي هم هنشوفهم السنة دي اهوه يعني عندنا اول حاجة طبعا قيس جمهورية الضحك اول زعيم عدل الامام عمل مسلسل فريق نجع طالة اه وفيه برضو الفنان الكبير محمود عبدالعزيز عامل باب الخلق فيه طبعا نجوم الشباب فيه احمد الساقة فيه كريمة عبدالعزيز فيه نجم الكوميديا محمد سعد فيه احمد رزق فيه هاني رامزي فيه انا مش عايز عشان منساش حد فيه النجوم السينما كلهم تحوالوا هو لو حسبنا مين اللي مش داخل في الدرامة السنة دي ما انا هقول لك برضو فيه معركة النساء قدام النجوم دول اه لا وبيقودوا بنفسهم بسلسلات لو عديهم بس فيه هنقول مين ما دخلش من السينما للتلفزيون الفنان هاني سلامة وكان فيه محاولات مريرة من بعض المنتجين انه هو يوقع وكان على وشك انه هو يوقع بس ما حصلش نصيب السنة دي بس سنة جاية مؤكد مليون فمية هنلاقي هاني سلامة في التلفزيون والفنان احمد عز برضو كان على وشك انه هو يوقع في التلفزيون او يوقع مع احد المنتجين لكن ما حصلش نصيب برضو يمكن هما الاتنين دول الوحيدين اللي مش موجودين اه الباقي كله نقول كل النجوم السينما موجودين ممكن الفنانة ياسمينة عب عزيز الفنانة مونة زكا هتعمل يعني بعد ما قلنا انها خرجت خرجت خرج السباء لكن اه عرفنا انها هتعمل مسلسل اطفال بالنسبة لتكلمي حضرتك دلوقتي على السيدات اولا السيدات في السينما في التلفزيون يختلفوا عن السينما بمعنى ان هما يقدروا يحملوا باسمهم الوحديهم بطولة مسلسل على قصوم طبعا السنة دي الفنانة كبيرة يسرى بتعمل مسلسل شربات روز اللي هو كان مؤجل من كذا سنة ده حاجة كوميدي اوستاذ عيدن؟ هو اجتماعي كوميدي يعني مختلف السنة دي مختلف عن كل سنة اللي بتقدمه بس هو اجتماعي كوميدي يعني شعب شوي في غادة عبد الرزق وبي طلع بشكل جديد برضو السنة دي عن اي سنة محامية مع سبك الاسراء وشكل مختلف جدا عن اللي هي بتظهر فيه وكده وفيه تاني برضو فيه هند صبري السنة دي فيه هايفاء هايفاء وحبي بتدخلها يوم سبعة ان شاء الله سبعة ابريل مسلسل جديد اسمه مولد وصاحبه غايد اخرج المخرج الكبير سامح عبد العزيز لسه ما افصحوش على نوعية المسلسل اللي هيكون عمالة غايد هو تقريبا اجتماعي بيدور حول فتاة فقيرة بتعيش في مولد هيتسم بالواقعية زي غالبية اعمال سامح عبد العزيز بالزبط بالزبط اللي هي بتبقى بيت وبرضو معها الفنان احمد عدوية تمام لا دا يعني بيعود بعد فترة غياب كبيرة جدا طيب استاذ عزيز طبعا احنا كده يعني رمضان اللي جاي احنا نستنى حدق بتقول انه يتخطر واحد وخمسين مسلسل رسم لنا بقى اهم ملامح المسلسلات او يعني اللي هو ايه بالترتيب كده اهمهم ممكن يكون ايه بالنسبة للمشاهدين بفكرة عامة يعني ايه اللي الناس ممكن تبقى واقفة عنه او المعلومات المتوفرة انه ممكن دي تبقى العمال اللي مرجحة ناتا تتصدر السباق والله صعب اول واحد يتوقع ايه ماينفعش لا ماينفعش ان احنا نتوقع حاجة ان احنا ما شفنهاش او حتى تحكم عليها من تيزرت اللي هو احنا ابتدينا نشوفه على القنوات اللي هي قبل رمضان بستشو يعني انا الغريب ان يعني لسه رمضان بادر قوي وبينا نشوفها اللي هي التيزرت والاعلانات تحت المسلسلات اللي اتخيل واحد خلاص بقي حس ان خلاص رمضان اسبوع جاي او رمضان خلاص فاضل يومين ونبتدي نجيب الزبادي ونجهز للسحور ولسه لسه خمس شهور لسه شهور هو توقعات بس توقعاتها صعب اول لان انت عندك عندك منافسة كبيرة جدا وعندك مرسون زي ما قلت صعب التكاون بمين يتحمل يبقى القمة لان انت عندك عاد الامة محمد سعد وطبعا الفنان الكبير يحيى الفخراني في القواجة عبدالقادر وعندك احمد سقق وعندك كلمة عبدالعزيز اللي هو بيرجع بعد يعني من سنة تقريبا 98 او حاجة كده هنفطر امتا طيب لما كل مسلسلات دي هتفشغلها في مسلسلات هتظلم احمد حلمي ولي فلت كمان من الموضوع والله كان فيه برضو محاولات جمدة جدا او انا كويس انت برضو احمد حلمي كان فيه محاولات كترة جدا وبعد كده يعني ممكن لا لا ممكن تتوقع توقع ينغم حد تتوقع ان لقيها هيخش حاجة لانهو دايما ما بيفوتش رمضان لما بيفجئنا بحاجة يعني سنفت عمل برنامج ممكن يبتدي تصويره شهر قبل رمضان على طول بالزبط فالسنادي صعب التكاهل محدش يقول ولا يتوقع ان لما يبتدي نشوف واللي هينجح هو اللي هينجح يجيب ورق كويس قصة كويسة اخراج كويس يتميز ويختلف على الاخرين عايزة توقف معاك أستاذ عادل عند باب الخلق المسلسل بيقال ان هو بودجت بتاعته كبيرة جدا تكلفة المسلسل تكلفة أكبر تكلفة تقريبا بيقولوا ان المسلسل ده هتكون فيها وبرضو مسلسل الفنان عاد الإمام ببعض تكلفة عالية انا عايزة اقولك ان مفيش مسلسل بيعمل يعني مش زي الأفلام الفيلم ممكن يتضرب في ثلاث أسابيع ويكلف اثنين ثلاثة مليون خمسة مليون يعني ما يكلفش حاجة لكن المسلسلات فيها فيها مضجة عالية وفيها تكلفة وفيها لوكشانات كتيرة جدا خارجة ودخلة وفيها فنانين كتير جدا يعني أقل أقل مسلسل حيبقى فيه مثلا خمسة عشرين فنان منهم أربعة خمسة أسماء والأسماء دي بتاخد ملايين طب يعني عايزين يقول ان فيه فلوس وانه استريمة ماشية ومفيش مشاكل داخل الجهاز استريمة فيه مشاكل زي بقول النار تحت الرماد يعني فمشاكل بتبقى دي داخلية يعني بيبقى بين المحطات الفضائية وبين المنتجين والمنتجين مش هيوقفوا ده أنا عايز أسأل عليه بقى علاقة المنتجين السنادي التلفزيون المصري هيبقى موقعه فين والمنافسة هتبقى عاملة ازاي خصوصا انه فيه قنوات كتير قوي خاتحت للدراما متخصصة وفيه قنوات بتنتج بفروس عشان تارد عندها مسلسلات موظم مسلسلات هتزاع على التلفزيون المصري لان التلفزيون المصري السنادي بيزيع فيه نسبة سيكون معنا في القطاع مسلسلات هيبقى فيها عدد كبير جدا مسلسل فنان عدل امامة هيتزاع على التلفزيون المصري وبعكية بمناسبة نحن نتكلم عن التلفزيون المصري انا كنت اتكلمت قبل كده في برنامجك برضو ان انا نفسي نعمل حملة ونتبنيها والسيد الوزير وزير الاعلام برضو يدعم الحملة دي ان احنا نفتح صفحة جديدة مع التلفزيون المصري ونقف جنب تلفزيون بلدنا الفنانين كلهم لازم يمد قديم تلفزيون بلدنا ونحضر البرامج ونتنازل يتنازلوا عن اجورهم بس على اساس ان احنا نرجع تلفزيون المصري تاني لمكانتو اللي هي اللي هي الرائدة في الوطن العربي مر بأزمات وعندنا مشكلة اعتقد في الاعلانات انا عشان كده لازم النجوم وانا تكلمت مع نجوم كبار زي الفنان احمد الساقة والراجل قال انا امدي ايدي وطلعت قبل كده في النهل السينيما مع الأستاذ عمر زهران بدون ما تلقضع اي اج وراجل عنده استعداد ان هو يظهر ولم فيش مشكلة الفنان كلمة عبد عزيز بودو تكلمت معا وراجل قال انا مدي ايدي طبعا ان كنتش مدي ايدي التلفزيون مصري او تلفزيون بلدي الدعوة دي يعني احنا لازم بردو يبقى فيها قائدات التلفزيون تساندنا فيها والله دي دعوة مهمة جدا انت بجدر نشكرك على ان انت سعيد ان انت تكلم مع الفنين في قصة دي ومن هنا من نهارك سعيد دعوة الاستاذ عادل ان كل الفنانين يتكتفوا مع التلفزيون مصري بترجع السيقة تانية التلفزيون مصري والناس تلتف حوالين تلفزيون البلد دي حاجة مهمة جدا لانه في الاخر كله بيصب على كله عايز اقول انه ما ينفعش نعدي نهاردة كده وانت موجود معانا لانه زي ما بيقولوا انت جو الكواليس في كل حاجة فعايزين نعرف منك النهاردة ايه المعلومات الجديدة ايه انت ممكن تقول انا نهاردة عشان خاطب بس نهارك سعيد شطر علي عايزة تستغيل انا عايزة تستغيل بس طيب في اولا في خبأ بالنسبة للفنان عمرو دياب طبعا احنا بنقدم له واجب العزاء للوفاة والدته ان هو في القامة الجاية هينفذ ده من بعض المقربين منه يعني هينفذ وصية والدته ان هو هيسجل القرآن كله بصوته وان هو هيعمل مسجد ومستشفى صدق على روح والدته وخبر تاني ان احنا بنقول السيد احمد السبكي اللي هو المنتج مريض له قاتل في المستشفى ونقول له الف سلامة وان شاء الله يقوم بالسلامة طبعا الحج احمد السبكي من المنتجين اللي هو اثناء الثورة واثناء الازمة في السينما كان بيحمل الصناعة من النيار وعمل كذا فيلم هو محمد السبك وخبر تاني طبعا الفنان محمد هنيدي دلوقتي بيصوه فيلم جديد هو والفنانة ساميحة ايوب اسمه تيتا رهيبة واوشك على الانتهاء منه هذه مسلسلة في رمضان لا يوجد مفاجأة تانية انا اقولها اكسكلوسيف لسه ما تقللتش خالص انه هيعمل مسلسل اذاعي اسمه رومانسية بالارانم الله ده حلوة جدا تجربة جديدة بالضبط، هذا شيء جديد. أخبار تامر حسني؟ موجود في أمريكا من واحد ثلاثة. مقيم؟ كان عنده ست عفلات هناك في أمريكا وكندا. وخلصهم وبعد ذلك اتعاقد مع شركة إنتاج كاسر تيناك. ودلوقتي هي بتسجله أغاني هناك وهو موجود. وهي عود لقاهرة نص أربعة. سيعمل ألبومه هناك في أمريكا. يسجلونه ويعملونه. وكما ديوه مع بعض الفنانين المشروعين مثل الشاجي. وهو ديوه الأخير ده. وهو هيرجع نص أربعة هنا عنده ارتباطات برضو هنا. والمفروض بيجهز لحاجة سينما تاني بعد عمر وسلمة. بيجهزها بيكتبها هو برضو إن شاء الله. هيخش فيها بعد ما يرجع يعني. كده أفلنا خلاص على عمر وسلمة. يعني هناك حاجة جديدة. مش هي من المسلسل السنية ده يعني. في بعض الفنان حمادة هلال هيسافق اللقصر خلال يومين الجيين دول. عشان يبتدي أول تصوير ليه المسلسل. الفيلم الجديد ميستر أندي ميسيز عويس مع الفنانة بوشرة. أول أيام تصوير هتبقى في اللقصر يعني. دي الأخبار برضو اللي هي لسه ما نشرتش قوي. مشكورك جدا أستاذ عادل بجد على المعلومات المهمة. بس ما ينفعش بقى إن إحنا بنتكلم عن الأخبار الفنية. ننفصل كتير قوي عن الواقع. حصوصا أنه الفن متوقع أنه يتأثر في الفترة اللي جاية بسبب الاتجاهات اللي في البلد. فحنسمعنا لأيام اللي فاتت إن وزاة الأوقاف منعت تصوير داخل المساجد بسبب تدخل من جماعة الإخوان. تعليق حضرتك. وإيه اللي بيدور بقى برضو في وسط الأخبار والحاجات اللي إحنا لسه ما نعرفهاش أو اللي جاي علينا. أنا لسه كنت أتكلم مع المخرج الفيلم اللي أنا بتقول عليه اللي هو اللي وزاة الأقاف غفضت. المخرج أحمد عبد الله فيلم اسمه فرش وغطى. هو عادةً بيبقى دايماً الإنتاج بيجيب تصريح عشان يصوى في الشارع، يصوى في المساجد، يصوى في حضائق، يصوى. مظبوح. فدي بيتبقى روتيني يعني. فهو يصور أجزاء من الفيلم وبعد كده جهة الإنتاج بتاعت الفيلم هي واحد تقود التصريح عشان يصوره في في السيدة نفيسة. فلقى المسؤول قال له لا لا ممنوع وده حرام شرعاً واختلف الأمر عن عن قبل كده. آه. فقال له طب اديني ورقة الفيلم. قال له الفيلم ما فيوش أي حاجة خالص وما فيوش أي حاجة تتخدش حياء ولا في حاجة هيصور كمان. تزعج أي عين مشاهد يعني. ولا أي حاجة خالص ولا أي فيه أي مشكلة وهيتصور بفترة بين عيشة والفجر يعني ما فيوش أي مشكلة خالص. فقال له إديني ورقة رسمية بكده. قال له طب عدي علي بكرة فارح تاني يوم لقى حد من أعضاء مجل الشعب تقريباً من أحزب العحرية والعدالة. ما يعرفش اسمه إيه؟ موجوده في القعدة دي اللي جابه ما يعرفش اللي دخله ما يعرفش يعني فعلا ما صورش جوه ما صورش غادلات وكل يوم يقولوله إيه؟ تعال بكرة تعال بعض وتعال فيه لجنة حولنا الأمر للجنة واللجنة هي اللي هتقول دمر تقول بها حداث كثيرة جاية علينا يعني وبينها برضو القضية اللي اترفعت على الفنان الكبير عدل إيمان بدعوا أن أفلامه مخلة هل لك شايف الوضع اللي جاي علينا عمل إزاي وإيه اللي ممكن يبقى الفترة اللي جاية يتبقى عمل إزاي والله يعني أنا ما حرورية أما يتدقل في الوسط يعني آه يعني أنا ما حرورية اللجنة حرورية الإبداع اللي هم يتقاسها بعض الفنانين والكتاب والصحفيين وبعد كده كل ده لغاية لوقتي لسه نحن في حالة تخبط نفيش استقرار يعني حمسنا مش هنعرف إجابات كتير عن أسجابات كتيرة أو سريعا كده المسلسلات التركي عملة ألأ وهوس في مصر عملة فزعة بزافة مش في مصر بس في الدول العربية كلها في الدول العربية كلها أوه وكمان الدول العربية آه سريعا جده الكلام ده ممكن يهدد المسلسلات المصري أنا أنا شخصيا بشوف ناس بتفرج على سبعة أمام المسلسلات تركي أنا عايز أقول لك إن المسلسلات التركية بدت تتسرب داخل الوطن العربي من 2006 وكان داخلها بالنسبة لتركيا المسلسلات اللي بتشترى ساعتها ثلاثة مليون دولار دلوقتي وصلت تقيبا خمسة وعشرين لتلاتين مليون دولار في شراء المسلسلات التركية فعلا بيبقى فيه هوس إحنا أولا إحنا الشعب المصري بيتأثر بأي حاجة جديدة عليه وملول وعايز يغير فطبعا القصص المسلسلات المصرية اللي هي فيها تشابه وشبه بعض سواء إسرائيدي سواء إماعية سواء مش عارف وبعكده الزروف اللي إحنا بنمر عليها فالشعب المصري لقى حاجة جديدة بقى ليه جرعة رومانسية زيادة شوية لقى وجوه جديدة تغير فبتدوا يتجوا لها هل دلو علاقة أنه الدراما الاجتماعية ذاتهم قريبة مننا؟ لا فيها طبعا بعيدة شوية وبعيدة عن عرفنا وتقاليدنا ودنا فيها فيها اختلاف كثير جدا طب طب هل ممكن المسلسلات المصرية باستخدام أساليب جديدة وصورة جديدة طبعا زي ما شاهدنا في السناتين ثلاثة اللي فاتوا هل ممكن ده يعمل نقلة نوعية خصوصا مع المنافسة الشديدة جدا ما نريد أقول لك أن صناع الدراما المصرية يأخذوا بالهم أنه في خطورة من المسلسلات التركية على المسلسلات المصرية فبتدوا يهتموا بحاجة زي كده وينقشوا حاجة زي كده وابتدوا يهتموا بالكتابات وبتدوا يهتموا بالتغيير وده سبب كمان أن نجوم السينما أبتدت تخش على تلفزيون مصري هل نعمل إيه دلوقتي؟ نحن بينا نتغيي بينا فيه تغيير يعني النجوم السينما السندي لما دخلوا التلفزيون المصري يبقى نغيير يبقى فيه ما بقاش هم وهم اللي بنشوفوا من كل سنة بقى فيه تغيير القصص بتختلف النجوم الكبار بقى يدور على وراء مختلف جدا ونفس عائلية طبعا في النهاية في صالح المشاهد المصري المشاهد المصري يتعلق جدا بقصة إنه المسلسل يبقى 120 حلقة 80 حلقة 50 حلقة حتم علي السندي عنده مسلسل 400 حلقة بالضبط لا فيه السندي بتادينا أن يبقى فيه مسلسلات بتتصور في مصري هنا تبقى 80 حلقة زي الورد ومنتقم فيه مسلسلات فيه مسلسلات ثلاثة من 90 إلى 120 حلقة فيه حاجة تانية عايزة أقول لك عليها إن أولا المسلسلات التركية دي والهوس اللي إحنا بنتكلم عنه إن اسم لميس واسم نور واسم مهند واسم يحيا زاد زاد كتير جدا في مصر خلال السنوات الأخيرة عشان هوس الناس بالمسلسلات التركية بالإضافة إن المنتجات التركية بقتت سعرها زادت في مصر عشان بيقولوا ده دي بلد مهند ومن بلد نور ده غزو تركي اقتصادي وإحنا بقى عايزين نبقى زيهم واسم يعني في الدراما غزو تركي وفي الأسواق غزو صيني يعني أستاذ عدل أنا شكرك الحقيقة بجد على وجودك معنا النهاردة إنت نورتنا بأخبارك كمان الإكساكروسف جدا إنت قلتنا عني نوردة عشان كده إحنا بنشكرك جدا الحقيقة سعر رفض الله نقد الفني وانا يبريد استحرير جريد عن نورتنا جدا جدا يا فندم وانا قلتنا أخبار كثيرة وشاهدين دي كانت نهاية فخراتنا في نهارك سعيد كنا معكم على الهوى من 9 إلى 11 الصبح بكرة هنتكون معكم 9 إلى 11 الصبح ويوم جديد وفريق عمل جديد بنشكركم جدا أنه كنتم معنا ويا رب دايما نهاركو سعيد نهارك سيدة سعيد نهارك سيدة سعيد بي بوي بي بوي